السلام عليكم ورحمة الله يا اهلا وسهلا بكم كان في بعض الاسئلة عن لو دهان قديم ازاي نعالجه ونصبغه من جديد لو دهان قديم لازم تشيل الدهان القديم تماما باستخدام الصنفرة القوية او الصنفرة الدبابة او الساروخ زي ما هنشوف كمان شوية وبعدين هنعمله بطانة البطانة دي ممتازة جدا بيتحافظ على الخشب ويتخلي مقاومته العام الجوية اكتر وبتخلي طبقة الدهان اللي هتدهنه عليها شديد الاتصاق بالسطح البطانة دي بتستخدم للخشب وللجدران تمام ولكن ماينفعش نستخدمها في الدهانات الشفافة هي بتستخدم فقط في الدهانات الساترة يعني انت لو عايز تدهن الخشب احمر اخضر ابيض تستخدم البطانة دي البطانة الجيدة يشترط فيها ان هي تكون خفيفة والسطح يتشربها اي بطانة سريعة الجفاف اعرف ان هي مش جيدة ليه لان المطلوب ان الخشب يتشرب البطانة وبعدين البطانة تجفة تبقى جفة داخل مسام الخشب تقوم تكون شديد الاتصاق بالخشب لما تيجي تهدن عليها دهان تاني هتمسك كويس جدا بالبطانة وهيكون الفينيش بتاعها كويس ولعمر الدهان اطول تعالوا نشوف مع بعض ده دهان قديم وده تأثير العوامل الجوية عليه طبعا هنشيل الدهان القديم تماما باستخدام الصنفرة القوية او الساروخ زي ما احنا شايفين او باستخدام الصنفرة الدبابة ده كده اثر جفاف الخشب وتأثير الشمس عليه انه بيعمل التشاؤهات اللي احنا شايفينها دي خلينا بقى نعمل البطانة ونبدأ نعملها عن نموذج ده ونشوف هنكونها ازاي البطانة بتتكون من ثلاث مكونات اساسية زنك او الاسم العلم بتاعه اوكسيد الزنك واسمه بالانجليزة هيبان دلوقتي ونفط لو ملاقيتش نفط ممكن تستخدم الجاز اللي هو الكايروسين بس بلاش تستخدم التنر لان موذج قوي مش هينفع مع البطانة دي تالت مكون وهو زيت بزرة الكتان وده موجود في مصر على مركات مختلفة اشهرها زيت المفتاحين وموجود في الدول الخليجية باسم تيك اويل وهيظهر اسمه بالانجليزي دلوقتي علشان الدول زي المغرب والجزائر لان الاسب بفيه مشكلة في المسمية هنبدأ نحط الزنك ونضيف اليه شوية من النفط عشان يسهل ازابته في الزيت بعد كده هنضيف الزيت ونبدأ نقلب النسبة بتاعت البطانة ممكن نقول خمسة زيت وثلاثة زنك واثنين نفط لو لقيت الموضوع ان البطانة تقيلة شوية ممكن تخفاها شوية بالنفط طبعا النسبة دي نسبة تقريبية كده احنا كونا البطانة واصبحت خفيفة اقدر استخدمها بالفرشة بسهولة قبل مدهن البطانة لازم اعمل خطوة الاعداد وهي ان انا صنفر الخشب كويس جدا في اتجاه الالياف باستخدام الصنفرة اتجاه الالياف يعني دي الخطوط يبقى الصنفرة في اتجاه الالياف بالمنظر ده منفعش اصنفر كده صنفرة كويس جدا بالمنظر ده لحد ما تصبح نعمة طبعا طبعا عمصنفرها بعد كده هبصة لقي عندي فيه هنا العقد وفيه هنا المصامير المصامير دي لازم اسمبكها تسنبكها يعني ايه بقى انك تدخل المصمار او تغطس الراس بتاعته في قلب الخشب عشان تمعجن عليه بعد كده وبيتم ده انك بتجيب مصمار صلب كبير زي ده وابدأ احطه على الراس كده وابدأ بالشاكوش كده اصبح راس المصمار غطصان او غائر جوه الخشب بعد كده انا بمعجن الخشب همعجن السقوب دي معي واجي بقى على نقطة مهمة جدا وهي العقد والافرازات الراتنجية العقد دي للاسف ملهاش علاج غير ان انت تشيل جزء منها وتمعجنها بمعجون الحديد عشان تمنع الافرازات بتاعتها طب لو ما عملناش كده بتكون النتيجة زي ما هنشوف دلوقت ده كده اصر العقد اللي ما تمش معالجتها بعد فترة بتبدأ تبقع وتظهر في الدهان زي ما احنا شايفين كده كده انا شلت منها حوالي ملي او اتنين ملي ودول كافين قوي نبدأ ندهن البطانة بتاعتنا في اتجاه الالياف بالطريقة دي كده طبعا الميزة في البطانة دي ان هي الزيت بتاعها بيجف في حوالي 24 ساعة يعني ده وقت طويل ان الخشب يتشرب الزيت وهي دي الميزة في البطانة اللي احنا بنقولها النهاردة ان هي الفترة الطويلة بتسمح للخشب انه يتشرب الزيت فبالتالي بتلاقي حوالي اتنين ملي او تلاتة ملي من الخشب بيوصل ليهم الزيت نبدأ ندخل في الاجزاء دي كلها كده بسيب البطانة لمدة يوم كامل عشان اتأكد من تمام الجفاف بعد كده ببدأ امعجن السقوب واللحمات بمعجون الحديد بعد ما عملنا الخطوات دي هيصبح السطح بتاعك قابل لتقبل اي دهان دهان مائي دهان زيتي دهان لكيه دهان ناري دهان دوكو اي نوع من الدهانات هي دي البطانة الصحيحة العلمية عشان الخشب بتاعك يعيش معك فترة طويلة ويكون التصاق الدهان اللي هتطبقها على الخشب شديد الاتصاق بالسطح البطانة دي ينفع ننفذها على الخشب وكذلك ينفع ننفذها بنجاح على الجدران ولكن من عيوبها ان هي مكلفة على الجدران لان الجدران بتمتص البطانة فهتستهلك كمية كبيرة من الزيت فهتكون عند بعض الناس مكلفة عشان كده ينفع ندهن متر السفلي من الحيطة عشان يمنع نفذ الرطوبة لو كنت خايف ان الحيطة بتاعتك يكون فيها رطوبة وكذلك لو عندك جدار مقابل للشمس او للمطر ممكن تدهنه بالبطانة دي فهيقلل كتير جدا من نفذ الرطوبة عندك في الدهان في النهاية اتمنى يكون في استفادة ما تنساش العيلي بالتوفيق ولله مجزئ خيرا في الدنيا والاخرة والسلام عليكم ورحمة الله